اليوم على طريقتي سوف أحضركم مكمور البطاطا بأطيب طعم و ألذ نكهة بداية سوف نبدأ عن طريق الشارع و نسحب الأشر و منجرد ما فرغنا من التأشير بشكل مباشر سوف نبدأ بالتأطيع طبعا الشكل الاختياري نقطعها بهذا الشكل اللي شايفينه رقائق على هذا النحو الشكل و على جنب وضعنا الزيت نباتي بالمقلاد زيت غزير طبعا رح نبدأ ننزل رقائق البطاطا بعد ما حمينا الزيت بدل الشحارة 180 تقريبا 170 رح نقليهم ما يقار 80% لحتى يصيروا بهذا الشكل اللي شايفينه و رح نسحب الدفع الأولى على فوط المطبخ داخل الصحن تمام حتى نتخلص من رواسب الزيت العالقة برقائق البطاطا و رح ننزل بشكل مباشر الدفع الثاني اللي شايفينه طبعا الزيت تازل نكون حامي قصر نباتية سريعة تصوح الفطور من غذاء و العشاء على حد سواء و تصوح لأثناء عودة الأطفال من المدارس لان رح ندق ما يقارب نصف ملعقة الثوم مع رشة مرحل تثبيت مجرد مدقناهم بالهون الخشبي او المدق رح نتركهم على جنب و رح ننتقل في عنا جرزة بقدونس بسيطة ما يقارن ربع باقة رح نفرم بشكل ناعم عن طريق السكين تطلع بهذا الشكل و رح نعود للبطاطا الدفع الثاني اسحبه صارت جازة رح نزلها داخل الصحن تمام و بحال مرتوا تحضروها بالزيت و تحضروها بالفرن او بالقلالية الهوائية امر اختياري رح ناخذ ما يقارب نصف كاسة زيت نباتي من نفس الزيت اللي قلالية في البطاطا و رح ننزل نصف ملعقة الثوم اللي دقيناها معكم بالهوان تمام و رح نبدأ نحركها بالسبتولة و ننزل عليها ما يقارب ملعقة ممسوحة من الكزبرة اليابسة المطحونة و رح نحرك حتى تنسى لها معنا و حتى تأخذ لون مائلة لون الذهبي نزل البطاطا تحريكة طفيفة سريعة خفيفة مع رشة بسيطة من المي و رح نكمرة لمدة خمس دقائق و على طرف رح نعصر ليمونتين مثل مظاهرة امامكم داخل الصحن و رح نتخلص من رواسب الليمون عن طريق المصفات و رح ننزل البقدونس المفروم فوق الليمون و من ثم رح نضيف ما يقارب ربع ملعقة ملح و نأثبع الملح بربع ملعقة مدخنة تمام رح نخلطهم مع بعضهم البعض و من ثم رح نكشف عن البطاطا و نسقي او نوزع التبلة على كافة اطراف المخلات مثل ما كون شايفين على هذا الشكل و رح نغطيها و نكمرها لمدة ما يقارب الدقيقتين ثلاث دقائق و كشكل نهائي طالت بهذا الشكل او المشهد اللي شايفينه طعام اللي دي دي فهم اتصوروا اعتقد انه الشكل ظاهر للعيان بالنسبة للمضمون لا يحتاج لتوصيف او تعريف او تعليف لطفا و كرما علقوا بتم و شاركوا الفيديو حتى يصل لأكبر عدد ممكن و نستمر معكم و نوافقكم بكل ما هو جديد ان شاء الله لهذا الحدو القدر فأنا بنحضر وصفة البطاطا المكمورة على طريقتي بتجربوها و طعمتها ثم تصوروا رائع و لذيذة و شهية كتيري كتير طيب ان شاء الله بنا لعجابكم لابا حلود حياكم و كنا معكم الشيخ محمود درويش من المطق خرافي و الى وصفة بلا